دراسة جديدة أجراها محهد نيولاينز الأمريكي حول كيفية إنشاء الميليشيات المرتبطة بإيران نظاماً جديداً للسيطرة على منطقة استراتيجية تربط العراق وسوريا تظهر مدى تغلوى لهذه الميليشيات في مؤسسات الدولة في العراق حتى الأمنية منها محافظة نينوى كانت إحدى الأهداف التي ستمكن إيران عن طريق ميليشياتها من التمدد عبر بلاد الشام إلى البحر المتوسط بحسب الدراسة الأمريكية حيث سعت الميليشيات لفرض هيمنتها على جميع القطاعات الأساسية في المحافظة فهي منذ سنوات تقوم بالتلاعب بملكية الأراضي في منطقة سهل نينوى وتوزيعها على عناصرها ومواديها إضافة إلى سيطرتها على قرى بأكملها ومنع سكانها من العودة إليها ولعل ما يجري من اختصاب للأوقاف السنية في مدينة الموصل وتحويل ملكيتها لديوان الوقف الشيعي تحت إشراف الميليشيات مثال واضح على ما يجري من تغيير ديمغرافي متعمد في المدينة الدراسة تطرقت أيضا إلى سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلا نفطيا في منطقة القيارة جنوب الموصل وسرقتها لحوالي 100 صهريج نفط خام يوميا إضافة إلى مئات آلاف الدولارات التي تحصل عليها الميليشيات من الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد وكذلك الإتوات التي تحصل عليها من أصحاب المطاعم والمحال التجارية في الموصل وغيرها من المدن العراقية استهداف الصحفيين والأكاديميين والتحكم بقطعات العقارات والبناء والصحة والتعليم والقائمة تطول مهد نيلاينز أكد بوضوح في دراسته أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أصبحت تشكل دولة موازية أساسها الاقتصاد السياسي الذي ينخره الفساد في ظل التواطئ الحكومي والعجز عن مواجهتها وذلك بعد أن بسطت هذه الميليشيات هيمنتها على المناطق المنكوبة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وعاثت فيها خرابا ودمارا